الصفات العامة للفقاريات الجهاز الإخراجي ما هي الفقاريات؟ تضم الفقاريات خمس طوائف من الكائنات الحية هي الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثديات فالفقاريات هي تلك الكائنات التي يحتوي جسمها على عمود فقاري والذي يعد أحد مكونات الجهاز العظمي في الفقاريات والذي يوفر لها الحماية والدعم فالجمجمة على سبيل المثال تحمي الدماغ وفقارات العمود الفقري تحمي الحبل العصبي الشوكي والجهاز العظمي هو أحد الأجهزة المتخصصة التي تمتلكها الفقاريات فهي تمتلك أيضا جهازا إخراجيا هيا لنتعرف عليه الجهاز الإخراجي في الفقاريات يقوم الجهاز الإخراجي بعملية هامة وهي عملية الإخراج وهي عملية حيوية تقوم بها جميع الكائنات الحية للتخلص من الفضلات الضارة أو السامة النتيجة من العمليات الحيوية والأنشطة الكيميائية المصاحبة لها ويتم ذلك بأعضاء متخصصة كل طائفة من طوائف الفقاريات الخمس تقوم بعملية الإخراج بطريقة مختلفة عن الأخرى فالأسماك تقوم بعملية الإخراج عن طريق عدة أجهزة فالجهاز الهضمي يخرج المادة الصلبة غير المهضومة مع جزء من أنسجة الجسم وإنزيماته وعصائره في الروث كما تقوم الخياشيم بإخراج الغازات المختلفة كما تخرج نواتج التمثيل الغذائي من فضلات أزوتية أما الكليتان أو الجهاز البولي فيقوم بإخراج الماء ونواتج عمليات الأيض عموما أما البرمائيات فمن أشهر كائناتها الضفدع والذي يقوم بعملية الإخراج عن طريق الجلد والجهاز الإخراجي لها أما الزواحف والطيور والثدييات فتقوم بعملية الإخراج عن طريق جهاز إخراجي متخصص ترجمة نانسي قنقر